بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسل لي امري وحل العجدة الملسانية فقو قولي ازايكم يا دكاتري التالتة سنوية ان شاء الله في الفيديو ده هنكمل اللي بدأناه في التقاصر في النباتات الزهرية بدأنا وشرحنا تصنيف بتاع النباتات مملكة النباتات بالكامل وشرحنا المحيطات الزهرية وكمان شرحنا الجزء الاول او الوظيفة الاولى من وظيف الزهرة وهي تكوين حبوب اللقاحة الوظيفة التانية هي انتاج البيضات عندنا طبعا بنشرح على زهرة خنسة يعني زهرة خنسة يعني زهرة وحيدة الجنس يعني هي زكر وقنسة في نفس الوقت فبنقول عليها زهرة نموذجية وشرحنا المحيطات الزهرية الاربعة من الخارج للداخل من الخارج قلنا اول محيط اسمه الكاس والكاس ده بيتكون من حاجة اسمها سبلات واللي بيكون لها اخضر وبالتالي بتقدر انها تعمل بناء ضوء طيب وطبعا حماية الزهرة حماية الزهرة اسمها تكوينها وبالتالي وظيفة الكاس بتظهر لما بيقفل على الزهرة انما طول مها فاتح كده فملوش دور طيب والكاس التاني او المحيط التاني من الداخل هو التويج محيط التاني وهو التويج طيب التويج بتكون من ايه؟ بتكون من بتلات والبتلات بيكون لها دور غير مباشر في التلقيح ليه؟ لان لما بتكون زهية وملونة والغدد بتاعتها او القاعدة بتاعتها بيكون فغدد بتفرز رحيك فهي بتجذب الحشرات لما تجذب الحشرات هكده هتجلب حبوب اللقاح وبالتالي بيكون لها دور في التلقيح والمحيط التالت اللي شرحناه كان المتاع او لا لا التالت كان اللي هاتطلع احنا الاول احنا جيبنها من الخارج للداخل من الخارج قلنا معانا الكأس وبعد كده التويج فيبقى طالما ماشيين بنفس الترتيب بداك هاتطلع ماشي وطالع ده بتكون من حاجة اسمها ازدية الازدية جمع السوداء والسوداء بتتكون من متك وخيط تمام والمحيط الرابع معانا بقى النهاردة اللي هيكون لنا البيضات وهو المتاع المتاع بتكون من قربلة او اكتر طيب يعني ممكن يكون فيه قربلة واحدة وممكن يكون فيه قربلتين طب هي القربلة ده بتكون من ايه؟ بتكون من 3 اجزاء ويبقى احنا كده بدأنا بقى درسة النهاردة بداية من القربلة طب القربلة بتتكون من ايه؟ بتتكون من الجزء العلوي ده اسمه ميسم طيب وده ايه كده اسمه؟ قلم وهنا ده كده اسمه مبيض يبقى عند القربلة بتتكون من 3 اجزاء الجزء العلوي اسمه ميسم وبعد كده بيكون فيه قناة اسمها قلم وبعد كده الجزء المنتفخ اللي تحت ده كده اسمه مبيض طيب تعال نشرح وحدة وحدة ازاي البويضات بتتكون او عمتا المشيج بيتكون لانه احنا بداية من اللحظة دي المشيج المؤنس المشيج المؤنس بالنسبة للزهرة هو مش البويضة اما اللي بيبقى اسمه هي بيبقى اسمه البيضة طيب تعال نفهم الموضوع نفهم الموضوع كده على ورقة بيضة واحدة وحدة ونرسم كل حاجة هناخد الكربالة ونرسمها لوحدة طيب دي كده الكربالة نبدائيا هي بتتكون من ميسم ماشي ده كده الميسم بعد كده بيكون في قلم بعد كده بيكون في مبيض الرسمة مش كويسة ماشي ده كده اسمه المبيض الرسمة مش احسن حاجة نجرب كده نعرض الخط شوية خصوصا ان انا هحتاج ارسمها ست مرات ليه ست مرات لان فيه ست مراحل مهمين معي ماشي لو انت مستعجل بقى قدم الفيديو شوي مش مستعجل قدين مع بعض طيب الحمد لله طلع شكله كويس المهم انا عندي ده كده القربلة تتكون من ميسم وقلم وبيكون جواها بويضة البويضة بتظهر على انتفاخ على هيه انتفاخ كده على الجدار الداخلي من المبيض طيب تعالى كده نرسم البويضة نفترض انه باللون الزرق ده كده شكل البويضة اهو ده كده شكل البويضة بتكون موجودة شبه انتفاخ كده على الجزء الداخلي للمبيض طيب تعالى نكتب كده البيانات تعالى نكتب البيانات ده كده اسمه ميسم مش وده كده اسمه قلم وده كده على بعض ده اسمه المبيض نعم ده كده اسمها البويضة طيب البيضة بيكون حواليها غلافين اسمهم غلافي غلافي البيضة بيكون في غلافين بيحيطوا بيها بس ما عادة فتحة صغيرة طيب تعالى نرسب كده شكل الغلافين هادي كده الغلافة بيحيط بيها وبيوصلها بالمبيض طريفة اسمها العنق هادي كده شكل الغلافين اهو يبقى احنا دلوقتي عندنا غلافين دي اسمهم غلافين البيضة او اغلفة البيضة اغلفة البويضة تمام والحيطة دي كده اسمها العنق وبيونا على اسم الحبل السري الحبل السري طب وظيفته ايه؟ وظيفته ان هاي بيوصل البويضة بالمبيض يعني بين اللها الغذاء الغذاء بيعد من خلال العنق طيب الفتحة دي اللي احنا ما حصل لهاش تغليف اسمها ايه اسمها سقوب النقير النقير طب النقير ده ليه وظيفة اه ده ليه مش وظيفة واحدة ده بيكون لي وظيفتين اما وظيفة النقير اول حاجة انه هو بتعدي من خلاله انبوبة اللقاح بيكون في انبوبة هتعدي هنا نشوفها كمان شوية في الجهز الخاص بتاع التلقيح او الجهز الخاص بتاع الاخصاب كمان الانبوبة اسمها انبوبة اللقاح طيب انبوبة اللقاح لما تيجي تتصل بالبويضة بتتصل من خلال النقير يبه بيتمي من خلاله الاخصاب ماشي طيب ده ده امتى ده ده اسناء الاخصاب طيب ليه وظيفة تانية اه ليه وظيفة تانية ليه وظيفة في الانبات ليه ليه وظيفة في الانبات لانه اصلا بيدخل من خلاله للماء يبه الماء بتدخل من خلاله من خلال مين من خلال النقير طيب بيته كده الجهز الخاص بتشريح القربلة والميسم والقلم اللي بتكون من مبيض المبيض بيكون جواه بويضة يعني البيضة اصلا موجودة اه طيب هي المشيج لا مش هي المشيج اما من المشيج البيضة اللي هتتكون جوه البيضة طيب البيضة بيكون جواها خلية اسمها خلية جرسومية خلية جرسومية أمية كبيرة يعني كده بيكون فينا خلية هنا اسمها خلية جرسومية أمية كبيرة خلية جرسومية أمية كبيرة وبتكون كم نون بتكون اتنين نون نخلي بقنا بقى من التسلسل ده دلوقتي انا سمعت كلمة خلية جرسومية أمية دي تلات مرات اول مرة كان اسمها خلية جرسومية اول ما قول لك خلية جرسومية دي كانت موجودة فين كانت موجودة في نبات الفوجير في الطور الجرسومي كانت موجودة في نبات الفوجير في الطور الجرسومي ماشي طيب كان اسمها خلية جرسومية فقط جرسومية فقط طيب بعدها سمعت كلمة خلية جرسومية امية خلية جرسومية أمية خلية جرسومية أمية دي كانت فين دي اللي بتكون لي حجوب اللقاء طيب المرة دي أنا سمعت خلية وجرسومية وأمية وكبيرة دي بتكون موجودة فين بتكون موجودة داخل البغيضة يبقى دلوقتي خلية جرسومية بس يبقى أنا كده في الفجير في الطول الجرسومي هيحصل لها تكسر لجينس بالجرسين فهتكون لي جرسين خلية جرسومية أمية يبقى حبوب اللقاء خلية جرسومية أمية كبيرة يبقى دلها تكون لي البيضة داخل البويضة هتكون لي المشيج المؤنس طيب تسمح لبقى ان احنا ناخد البويضة دي ونرسمها لوحدها خلاص بقى احنا عرفنا من هي بتكون موجودة جوه المبيض والكلام ده كله ممكن بقى نرسمها لوحدها ونشوف ازاي المشيج المؤنس بتكون جوها تمام تعالى كده ناخد البويضة بس أنا هرسمها ست مرات لان هيحصل ست مراحل دي كده اول مرة ودي كده تاني مرة تمام ودي كده تالت مرة ودي كده رابع مرة ودي كده خامس مرة ودي كده سادس مرة طيب الرسم كده قدامك هيبدأ ان هو يفاهمك الدنيا ماشي ازاي طيب تعال نرسم الأغلافة بتاعتها ده كده شكل الغلاف بتاعها اللي هو بيحط بيها معادة سوك باسم سوك بالنقير وبيوصلها بجدارة المي بيضة عن طريق الحبل السري اللي بوصلها الغزا ده مثلا لأهم دي كده الأغلافة بتاعتها تمام طيب نفس الفكرة الأغلافة بتاعتها ودي الحبل السري ممكن بعد من خلص الاسم كده ولا حاجة تروح تعمل لك وبايت شي ولا هي حاجة تسليك أو ممكن تخليك قاعد معايا وطبعا أكيد 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 100% زمانك أصلا بتسرع الفيديو على واحد ونص أو اثنين كده الحمد لله رسمنا الست مرات طيب أول مرة إلي بيحصل أول مرة أنا بيكون معايا جواها خلص دي كده أول مرة هوات بيكون معايا الخلية الجرسومية الأمية أدي خلية جرسومية أمية كبيرة بيكون أثنين نور بدي كده خلية جرسومية أمية كبيرة بتكون كم نور؟ بتكون أثنين نور اللي بيحصل الخلية دي الخلية دي بتنقسم انقصام ميوزي انقصام ميوزي خلوي يبقى عندي هنا انقصام ميوزي خلوي انقصام ميوزي خلوي يعني هتديني كم خلية تديني أربعة وأربع خلية بيترسوا في صف واحد يعني دي كده واحد اثنين ثلاثة أربعة أول ما تلاقيهم في صف واحد هنا صف واحد تعرف أن هنا كده بيتكلم على إيه بيتكلم على تكوين البيضة إنما أنت عارف مثلا في إنتاج الحبوب اللقاح كان مثلا ده كده ده مثلا كان الموتوك أول الخلية انقسمت خلية الجرسمية الأمية انقسمت فدات نصفين ده كده شكل انقصام الميوزي في تكوين حبوب اللقاء يبقى ده كده حبوب اللقاح واللي موجودة دي اسمها جراصيم صغيرة يبقى دي كده اسمها إيه جراصيم صغيرة جراصيم صغيرة يبقى دي كده خطوع من خطوات تكوين حبوب اللقاح إنما ساعة ما بلاقيه كلها في صف واحد يبقى ده كده في خطوات تكوين إليه تكوين البيضة بقى أصبح معي أربح خلايا خلية نون وخلية نون وخلية نون وخلية نون ثلاثة بيتحللهم ثلاثة بيقرروا أن هم يضحوا ليه يضحوا؟ علشان يغزوا الخلية الرابعة دهية وهي اللي تكبر وهي اللي تكمل فيه طيب يجي مثلا نسألك سؤال ويقولك إيه اللي هيحصل لو كانت ثلاثة خلايا دول ما حصل لهمش تحلل ساعتها الخلية الرابعة دي مش هتلاقي غزة ومش هتكبر ومش هتكون المشيج المؤنس يبقى أنا عندي أول حاجة بيحصل معي تضحية تضحية من مين من الثلاثة خلايا؟ بيقررنا هم يتحللوا ليه يتحللوا؟ عشان خطر يدوا الغزة بتاعهم لمين؟ يدوا الغزة بتاعهم للخلية الرابعة ويقول لها خلاص كده إحنا ضرنا انتهى وانت يخدي وكمل الرسالة من بعدنا علشان تكوني المشيج المؤنس اللي هي البيضة يبقى بعد كده خلاص بأصبح معي خلية الخلية دي هتبتدي إنها تكبر طبعا اسمها خلية جرسومية صغيرة هتبتدي إنها تكبر وتكون لي كيس اسمه الكيس الجنيني فدي كده رقم 3 تبتدي الخلية دي تكبر وتكون لي الكيس الجنيني فأصبح عليها خلية الكيس الجنيني الكيس الجنيني طبب الكيس الجنيني ده بيكون كم نون بيكون نون بيكون نون بس طبعا هو أصلا جاي من انكسام أصلا هو جاي من انكسام ميوزي خلوي أربع خلايا اللي أربع خلايا كل واحدة منها من نون بيتحلل منهم 3 يتفضل واحدة نون فبتكبر شوية تكبر شوية في الحجم فبتكون لي الكيس الجنيني الكيس الجنيني ده بيكون كم نون طبعا بيكون جواه نواقة هي نواقة واحدة بس بيكون في غشاء من الخارج اسمه غشاء النيوسيلة نختار الانهولين لنهول الاسود هنا كده او نسيج اسمه النيوسيلة ودك اسمها النيوسيلة النيوسيلة دي بتكون اتنين نون ووظفتها ايه او الضر بتاعها ايه هو غزاء غزاء مين غزاء الكيس الجنيني غزاء الكيس ووظفتها تغذية الكيس الجنين وبتكون كم نون؟ بتكون اتنين نون بعد كده نواة الكيس الجنيني ده هتنقسم انقصام ميتوزي 3 مرات انقصام ميتوزي نووي يبعا عندي انقصام ميتوزي نووي كم مرة؟ 3 مرات فدلوقتي بيكون معاه نواة واحدة بس طيب النواة واحدة بتنقسم انقصام ميتوزي رقم واحد بعد كده ما يتوزي 1 بتديني 2 طب الاتنين هينقسموا ما يتوزي 2 بس هذا رقم 2 يبدوني 4 طيب الارباة ينقسموا انقسم ما يتوزي بس هذا رقم 3 يدوني 8 بيصبح معايا كم نواة هيكون معايا 8 أنوية طيب 8 أنوية هبدأ أننا أسهمهم 4 هنا و4 هنا هذا كده نواة 2 3 4 وهنا كمان معي نواه اثنين تلاتة اربعة طيب هيبتدي بقى اثنين يتحركوا منهم في النص يعني انا هبدأ ان انا اشير اثنين احركهم و هديهم في النص اهو كده تتحرك من هنا و دي تتحرك من هنا فابدأ ان انا هنقلهم في النص ادي واحدة و ادي التانية ناشي فاصبح معي الترتيب الترتيب بقى ثلاثة اثنين ثلاثة دي كده كاننا خطة كاننا هلعبوا كورة ثلاثة اثنين ثلاثة ماشي بعد كده بتبدأ كل واحدة منهم تحيط نفسها بشوية سيتوبلازم و غلاف رقيق دي هتحيط نفسها بشوية سيتوبلازم و غلاف رقيق شوية سيتوبلازم و غلاف رقيق دي شوية سيتوبلازم و غلاف رقيق دي شوية سيتوبلازم و غلاف رقيق دي شوية سيتوبلازم و غلاف رقيق طيب دي لما تحيط نفسها بشوية سيتوبلازم وغلاف رقيق التلاتة اللي هناك دول هنقول عليهم خلايا اسمها خلايا سمتية فأصبحوا خلايا طالما شوية سيتو بلازم وغلاف رقيق هنقول عليهم خلايا سمتية خلايا سمتية تمام والخلية ده هي اللي بتبقى صاد المكير ده هي بنقول عليها اسم تكبر شوية ونقول عليها خلية البيضة خلية البيضة وطبعا بتبقى كم نون بتبقى نوب والخلية السمتية برضو بتكون نوب طيب يكون فيه خليتين جنب خليط البيضة اسمهم الخلايا المساعدة دي كده ودي اسمهم خلايا مساعدة طيب أما الخليتين دول أو الدول مش خليتين دول هيكون النواتين اسمهم نواتا الكيس الجنيني أو النواتين القطبيتين يبقى بقول عليهم نواتا الكيس الجنيني أو بقول عليهم نواتين قطبيتين طيب بنا دلوقتي لما أجل أقول لك هو البيضة قبل نضغها بيكون معايا كم خلية كم عدد الخلايا كم عدد الخلايا تعالي نحسب كده عدد الخلايا عدد الخلايا دي أول حاجة اللي هو مين اللي هو الكيس الجنيني خليط الكيس الجنيني دي رقم واحد طيب تاني حاجة بيكون معايا الخلايا السمتية دي واحد اتنين تلاتة تلات حاجة بيكون معايا الخليتين المساعدتين دي واحد اتنين وكملا الخلية البيضة خليط البيضة اللي بيكون بستومي إبا أنا كده معايا كم خلية سبع خلايا إبا البيضة قبل انه بجاب تحتوى علي كم خلية سبعة آدي واحد لو خليط الكيس الجنيني وآدي تلاتة اللي هم الخلايا السمتية وآدي خليتين مساعدتين وآدي خلية البيضة طيب لما نقول لك كم عدد العنوية كم عدد الأنوية لو كم عدد العنوية تعال نحسب بالعنوية بعد كده 1 2 3 ودي كمان نواتين هم موجودين في النص نواتها الكيس الجنيني يبقى كده 1 2 3 4 5 ودي 6 7 8 يبقى كم عدد العنوية يكون 8 أنوية وكم خلية 7 خلايا طيب لما جيت أقول لك مثلا كم عدد العنوية الحرة كم عدد العنوية الحرة العنوية الحرة هي ساوية اتنين اللي هم نواتها الكيس الجنيني بس وبكده هتصبح البيضة جاهزة للإخصاب طبعا دي هتحط نفسها بشوية سيتبلازم غلاف رقيق شهية سيتبلازم غلاف رقيق وهكذا بكده ببيضة جاهزة للإخصاب طيب نيجي هنا فيه كم سؤال كده تعال نحسيبه بقولك كم كم انقصام ميوزي لتكوين مية خلية بيضة كم انقصام ميوزي عشان أكون مية خلية بيضية بس بأنا عشان أكون كل خليط بيضية خدت انقصام ميوزي واحد وبالتالي كده هتحتاج مية انقصام مية انقصام ميوزي طيب كم انقصام ميوزي لتكوين مية خلية بيضة حصل كم انقصام ميوزي عشان أكون الواحدة حصل ثلاثة انقصامات ميوزي يبقى نضرب التلاتة في كم تلاتة في مية يدوني تلتميت انقصام ميتوزي طيب بالنسبة بقى للدرس اللي فات برضو سؤال علينا بيقولك كم انقصام ميوزي لتكوين مية حبة لقاة الا انقصام الميوزي الواحد كم بيديني أربع حبوب لقاة طيب انا عشان اكون المي باسم عايز اشوف كم انقصام ميوزي باسم المية على الاربعة يبقى لي 5 و 20 انقصام ميوزي طيب كم انقصام ميتوزي لتكوين مية حبة لقاة مهم الحبة اللقاح الواحدة بتنقسم بعد كده انواة بتاعتها انقصام ميتوزي انقصام ميتوزي واحد باب انا عايز مية انقصام ميتوزي يبقى دي برضو شوية افكار كده جمعناهم في الاخر عشان خاطر نثبت المعلومات طيب تعالى كده نراجع الكلام اللي احنا نبس بالصور بقى احنا دلوقتي شرحنا ورسمنا تعالى نشوف بقى الصورة احنا دلوقتي كان معانا قد القربلة بدأنا ان احنا القربلة دي بتتكون من ميسم بتتكون من قلم وتتكون من مبيض المبيض بيكون جواه انتفاخ اسمه البويضة البويضة بيكون جواها خلية جرسومية امية كبيرة كبيرة بتكون كم نون بتكون اتنين نون ناشي تمام بتنقسم بعد كده انقصام الانقصام ده اسمه انقصام ميوزي خلوي انقصام ميوزي خلوي بتديني اربع خلايا تلاتة منهم بيضحوا وبيتحللوا فتتفضل خلية واحدة بس طبعا بيكونوا في صف واحدة وخلايا الجرسومية الامية بتكون اربع خلايا وحدية الصيغة الصبغية يعني بيكون نون بيتحلل منهم تلاتة طيب دي بتبدأ انها تكبر وتكون لي الكيس الجنين اهي قبرت وكوانتلي الكيس الجنيني طيب الكيس الجنيني ده بيحيط به نسيق من الخارج اسمه النيوسيلة نسيق غذائي اسمه النيوسيلة والنيوسيلة بتكون اتنين نون طيب تنقصم انقصام ميتوزي نووي واحد وميتوزي نووي التاني وميتوزي نوي التالت تصبح معايا كم نواء 8 أنوية من كم انكسام من 3 انكسامات ميتوزية طيب 3 بيروحوا هنا و3 بيروحوا هنا 3 اللي بيجوا هنا كده بيحويت نفسهم بشوية سيتوبلازم صغيرين وغلاف رقيق فبقولوا عليهم خلايا سمتية خلايا سمتية طيب وال3 التانين اللي بيروحوا الخليتين دول بقولوا عليهم خليتين مساعدتين والخلية اللي بتكون عنده النقير كده بقولوا عليها خلية البيضة فأصبح معايا خلية اسمها خلية البيضة والنواتين اللي في النص دول ببسموهم نواتاء الكيس الجنيني او النواتين القطبيتي فهدي كده البوايضة بتكون جاهزية للاخصاب ده كده النقير ودي خليتين مساعدتين ودي خلية البيضة وتابعهم بتكون نون ودي النواتين القطبيتين في مركز الكيس الجنيني و3 خلايا اسمها 3 خلايا سمتية طيب نيجي بعد كده الوظيفة الثالثة لوظيفة الزهرة وهي التلقيح والإخصاب بس قبل ما نبتدي في التلقيح والإخصاب في شوية أساسيات كده مهمين لازم ناخد بنا منه. أنا عندي النباتات من حيث المسكن بيكون فيه نوعين. فيه نبات بقول عليه أحد المسكن وفيه نبات بقول عليه سنائي المسكن طيب. إيه موضوع أحد المسكن وسنائي المسكن ده؟ النبات أحد المسكن يعني بيكون هو نبات واحد ومسكن واحد مسكن واحد سواء كانت الظهرة المذكرة او الظهرة المؤنسة او حتى لو كانت الظهرة خنسه يعني مثلا في عندي نوعين من موضوع احد المسكن ده احد المسكن يعني يعني هو مسكن واحد ده نبات واحد انه عالي رقم واحد النبات رقم واحد وده مثلا نبات رقم اثنين اخiverikel انها محن واحد عنده زهرة مذكرة الزهرة دي كده بقول عليها زهرة مذكرة والزهرة دي كده بقول عليها مؤنسة طيب هما الاتنين موجودين على نبات واحد يعني هما الاتنين سكنهم واحد فبقول عليه احادي المسكن طيب والنبات ده سناي الجنس ليه سناي الجنس لانه اتنين فيه جنسين جنس زكر وجنس يعني مذكر ومؤنس في نفس الوقت فقول عليه احادي المسكن سناي الجنس طيب نفس الفكرة برضه في النبات رقم اتنين سناي الجنس يعني ايه يعني مثلا هنا مرة دي خنسة هي الظهرة هنا خنسة يعني سناي الجنس فدي كانت زهرة خنسة ودي كانت زهرة خنسة تمام والاتنين عندهم سكن واحد يعني سواء كانت دي أو دي فهو سكن واحد فبقول عليه أحادي المسكن فبالنسبة للأحادي المسكن ده سهل مفيش أي مشكلة طيب وبرضو سناي المسكن برضو سهل يعني بس هو كل حكاية نحن لما بنفنطهم ونحصلهم عن بعض بنفهمهم أكتر طيب سناي المسكن أحادي الجنس سناي المسكن يعني كده عندي عندي سكنين مش سكن واحد ممكن نباتي مثلا فيه نباتي مسكن مذكر ومسكن مؤنس بمعنى النبات هنقول عليه مثلا النبات ده رقم ثلاثة وده مثلا رقم أربعة فالنبات رقم ثلاثة ده هو مسكن لمين للنوع المذكر فقط ده مذكر فقط وده كده نبات مؤنس طيب أصبح دلوقتي أنا عندي كم سكن عندي سكنين عنده نوعين من السكن سكن مذكر خاص كله هو النبات على بعضه كله بيكون عنده الأزهار المذكرة فقط ونبات تاني كله على بعضه عنده الأزهار المؤنسة فقط فأقول عليه إيه فأقول عليه مذكر أحادي الجنس ليه أحادي الجنس لأنه يا أم زكر فقط يا أم أنسة فقط طيب ليه سناء الجنس إلا أننا عندي كل نبات مستقل وبالتالي أنا عندي السكنين طيب هو في نبات أحد المسكن يعني حياتي أنه يكون أحد المسكن أحد الجنس عشان برضو إيه في ناس مثلا نيجيس أليس وإلي طيب أحد المسكن و أحد الجنس أنت عرف يعني كلمة أحد المسكن و أحد الجنس يعني يعني هو مسكن واحد وهو جنس واحد مفيش نبات في الدنيا بحالها اسمه أحد المسكن و أحد الجنس مفيش حاجة اسمها أحد المسكن و أحد الجنس ما هو معنى أنه يكون أحد المسكن يعني هو مسكن واحد وأحد الجنس يعني هو مثلا زكر واحد انه بدأ كله عبره عن ظكور فقط ما هو فيه نوع من أنواع الكائنات الحيه على وجه الأرض بيكون نوع واحد فقط لأ يبقى ونه عن ذلكNI يئما سنائه دمسكن أحد الجنس يئما أحد المسكن وثني الجنس لكن حتة احدي احدي دي ما فيهش ماشي احنا كده فهمنا الفرق ما بين أحد المسكن وثني الجنس اللي هو مثلا ايه يبقى هو مسكن واحد أحد المسكن helt STEPние تمام سناء الجنس يعني في الجنسين مع بعض سواء كانت بقى دي زهرة مثلا مذكرة ودي زهرة مؤنسة بس هو كده كده النبات عنده الجنسين مع بعض فقول عليه اوحادي المسكن انه مسكن واحد وللجنسين مع بعض فيبقى سناء الجنس طيب وسواء نفس الفكرة برضو الزهرة تبقى خنسة فهو برضو اوحادي المسكن وللجنسين مع بعض ماشي سواء كان بالطريقة دي او بالطريقة دي طيب سناء المسكن اوحادي الجنس سنائي المسكن يعني كده أنا عندي سكنين يعني عندي كل نبات لي سكن فالنبات رقم 3 ده سكن لوحده والنبات رقم 4 سكن لوحده فده سنائي المسكن طيب أحد الجنس يبقى كل واحد بيحمل جنس واحد بس النبات رقم 3 ده علي جنس واحد بس اللي هو المذكر والنبات رقم 4 علي جنس واحد دس اللي هو المؤنس فقول عليه سنائي المسكن يعني سكنين أحد الجنس كل سكن في جنس واحد بس تمام بيباحنا فهمنا الفرق ما بينهم طيب التلقيح عنده نوعين فيه تلقيح خلطي وفيه تلقيح ظاتي طبعا هو فيه صور أهيت هبدأ أننا أوريه لك شو ي дрحد صور كده الفرق ما بين التلقيح والخلطي والذاتي أهيت برضو بس طبعا قبل ما نبدأ نرح نشوف الصور عشان نفهم هرسمها لك بخط ايدي خط ايدي المتواضع طيب거든요 طيب أول نوع معايا هو التلقيح الظاتي التلقيح الظاتي يعني كده النبات بيلقح نفسه النبات بيلقح نفسه طيب يعني تلقيح ذاتي أو يعني النبات بيلقح نفسه يعني انتقال حبوب اللقاح من متوك زهرة إلى ميسم نفس الظهرة أو إلى ميسم زهرة تانية بس على نفس النوع وده بيكون أقل شيوعا وأقل تنوعا يعني إيه يعني بص أنا معي نباتة هوت ماشي والنبات دا كده عند الظهرة طيب تمام فالزهرة دي تبقى زهرة مثلا خنصة فاتلقح نفسها أو مثلا أنا عندي زهرة تانية بس الظهرة دي برضو على نفس النبات فحصل تلقيح من ظهرة لظهرة تانية والتنين على نفس النبات فالتلقيه ده اسمه طلقيه ذاتي يعني ايه يعني انتقال حبوب اللقاح من موتق ظهرة الى ميسم نفس الظهرة او الى ميسم ظهرة اخرى تمام فالتلقيه بص بأ يعني كده ده اسمه ذاتي للنبات وبرضو ذاتي للظهرة لان الظهرة تلقاهت لفسها زاتي للزهرة طيب أمل التلقيح ده كده التلقيح ده زاتي للنبات برضو زاتي للنبات النبات لقح نفسه ولكن خلطي للزهرة طيب بالنسبة بقى للتلقيح الخلطي التلقيح الخلطي بشكل عام التلقيح الخلطي إنه يكون معايا نبتين ده كده مثلا نبات قهوة مثلا وده نبات تاني فده نبات واحد مثلا وده نبات رقم اثنين فولنا نفترض إنه فيه حبة لقاح انتقلت من نبات واحد وراحت للنبات اثنين فالتلقيح ده أقول عليه تلقيح هي تلقيح خلطي طيب إيه الشروط بالنسبة للتلقيح الخلطي وإيه الشروط بالنسبة للتلقيح الزاتي بس مبدئيا تعال نعرف إن التلقيح الزاتي هو الأقل شيوعا والأقل التنوعه رصي يعني الزاتي ده بيكون أقل شيوعا وكمان بيكون أقل في التنوع الورصي أقل في تنوع الورصي إنما التلقيح الخلط ده بيبعبار عن انتقال حبوب اللقاح من متك زهرة إلى ما يسم زهرة أخرى على نفس النبات أو مثلا إيه على نفس النبات تاني على نفس نوع النبات تاني بشرط إن مثلا النبات رقم واحد ده يكون نفس النوع نفس النوع بتاع النبات رقم اثنين يعني مثلا ما ينفعش أجيب مثلا حبات بسلة أو حبات لقاح من النبات بسلة تروح تلقح ما يسم لنبات درة ما فيش الكلام ده لأ هم اللتنين لازم يكون نفس النوع ماشي طب بالنسبة للشيوع هو ده الأكسر شيوعا التلقيح الخلطي هو الأكسر شيوعا وكمان الأكسر في التنوع الورصي الأكسر في التنوع الورصي طيب وطبعا طبعا طبعا أكسر في التنوع الورصي هو الأفضل لدرجة إن فيه بعض النباتات بتبقى مثلا نبات خنسة يعني خنسة يعني بيكون عنده الموتوك وبيكون عنده بيكون عنده موتوك وبيكون عنده القربلة أو عنده اطلع والمتاع يعني اطلع والمتاع في نفس الزهرة ففيه بعض المزارعين بيشيلوا اطلع طبعا مش ينفع اشيل المتاع وبيشيل اطلع عشان يخليها وحيدة الجنس بدلا ما تكون سنائية الجنس يعني يخليها ايه يتخليها موالناسها فقط ليه علشان يضمن حدوث التلقيح الخلطي ليه علشان يضمن حدوث التلقيح الخلطي ليه علشان يضمن حدوث التنوع الورصي طب ايه شروط التلقيح الزاتي بتاع نشوف بقى الشروط بتاع التوقيح الذاتي معايا اول شرط واهم شرط هو نطج شقاي نطج شقاي العضاية الجنسية في نفس الوقت طيب قبل ما نبدأ ان احنا نقوله اصلا نطج شقاي العضاية الجنسية ما يلازم اصلا تكون ظهر خنسة يبقى انا عندي لازم تكون الازهار خنسة يعني ايه ازهار خنسة يعني تكون سنائية الجنس سنائية الجنس طيب الشرط التاني نطج شقاي الاعضاء الجنسية في نفس الوقت يعني ايه يعني مثلا الموتوكو اللي موجود هنا عشان يلقع نفس الظهرة يندج مع نفس مع نفس القربال يعني اطلع يندج في نفس الوقت اللي بينضج فيه المتاع ليه عشان يقدر ان مثلا الحبوب اللقاح لما تخرج من الموتوكو تروح للمبيض تمام فاطلقاها لكن الاتنين لو واحد نضج قبل التاني لا ساعتها مش يحصل ما بينهم تلقيح ذاتي حسن ما بينهم تلقيح خلطي يبقى اول شرط معايا ان الازمار تكون خنسة يعني سنائية الجنس يعني تكون عندها اطلع ويكون عندها المتاع طيب تاني حاجة ان اطلع والمتاع الاتنين يندجوا في نفس الوقت يحصل ما بينهم نضج في نفس الوقت طب لو مع الاتنين نضجوا مش في نفس الوقت لا ساعتها كده يحصل طبكيح خلطي طيب الشرط التالت ان يكون مستوى الموتوكو اعلى من مستوى هنا مستوى الموتوكو يكون اعلى من مستوى الميسم يبقى مستوى الموتوكو يكون اعلى من مستوى الميسم طيب ممكن نجيبها بطريقة تانية اه ان انا عندي يكون الخيط اطول من القلم الخيط هو اللي يكون اطول من القلم يبقى الخيط لما يكون اطول من القلم يبقى ساعتها كده لما يكون الموتوك ده كده مثلا الموتوكو ده الخيط يكون اطول من الميسم دي كده الميسم ساعات حبوب اللقاح تقدر انها تنتقل هنا في يحصل تلقيح ذاتي بذلوقتي التلقيح الذاتي ده ليه ثلاث شهور اول شرط ان نظهر تكون خونسة سنية الجنس تاني شرط ان نضج شقايا لعضاء الجنسية في نفس الوقت ثلاث شرط ومستوى الموتوك اعلى من مستوى الميسم لو ما فيش شرط من الثلاثة دور يتحقق ساعاتها يحصل تلقيح خلطي طيب ساعاتها يحصل تلقيح ذاتي طيب بالنسبة للتلقيح الخلطي اول شرط في التلقيح الخلطي هو ان تكون الازهار وحيدة الجنس يعني مثلا لو ازهار وحيدة الجنس انا بقى نشوف بقى الحاجات اللي مش هتتحقق هنا عندي هنا اللي مش هتتحقق في التلقيح الذاتي يعني اول حاجة انها تكون ازهار وحيدة الجنس او الازهار وحيدة الجنس يعني اما مذكرة فقط اما مؤنسة فقط يبقى اما مؤنسة فقط او مذكرة فقط ساعتها التلقيح اساسي اساسي هيكون خلطي طيب ايه هو الشرط التاني الشرط التاني هو لو هي بقى خنسة لو كانت اظهار خنسة يعني سنية الجنس لا ساعتها بقى يبقى في شروط معينة ايه هي ان النطجة احد شقائي لعضاء الجنسية قبل الاخر يعني مثلا لو حصل نطج للموتوك قبل المبيض ساعتها يحصل تلقيح خلطي يبقى عندي هنا نطج احد شقاي الاعضاء الجنسية قبل الاخر ساعتها يحصل تلقيح خلطي طيب فيه سبب اه كمان فيه سبب تاني لو كان الخيط اقصر من القلم يعني لو كان مستوى الموتوك اقل من مستوى الميسا يبقى لما يكون مستوى الموتوك اقل من مستوى الميسا ساعتها يحصل ساعتها يحصل تلقيح خلطي يعني حتى لو هي كانت ظهرة خنسة واللي تننضجوا مع بعض ماشي بس كل الحكاية ان مستوى الموتوك اقل من مستوى الميسا ساعتها مش هتنتقل يعني مثلا يكون المستوى الموتوك هنا كده ساعتها مش هيقدر الموتوك طبعا مش هيقدر يطلع حبوب اللقاح المسافة دي لا هي تقع لكن ما تطلعش الفوق يبقى ساعتها يحصل تلقيح خلطي طب ممكن نشوف الصور او ممكن نشوف الصور تعالى كده احنا عندنا التلقيح بيبقى خلطي وتلقيح ذاتي الذاتي هو ان انا عند الظهرة اتلقح نفسها او ممكن زهرة اتلقح زهرة تانية بس يتنين على نفس النبات ماشي ففي الحالة الاولى دي كده هقول عليه ذاتي للزهرة وذاتي للنبات انما هنا هيكون ذاتي للنبات بس خلطي للزهرة طيب بدا كده التلقيح ده كده هقول عليه تلقيح ذاتي لكن التلقيح ده كده أقول عليك تلقيح خلطي طيب بص بقى هنا أنا بلاحظ أن الخيط ده كده الخيط أطول من القلم أهو ده القلم يبقى الخيط لما يكون أطول من القلم ساعتها يكون مستوى الموتوك أعلى من مستوى الميسم فساعتها يحصل تلقيح تلقيح ذاتي وطبعا لازم تكون الظهرة خنسة يعني تكون مذكرة مؤنسة في نفس الوقت فيكون عندها عدو تسكير وعدو تانيس طيب وطبعا الاتنين لازم ينضجوا في نفس الوقت لأن ممكن لو حد منهم نضج قبل التاني ساعتها يحصل تلقيح خلطي طيب ده كده شكل التلقيح الخلطي أهوات إن حبوب اللي قاعدت انتقل من نبات لنبات تاني بس بشرط الاتنين يكونوا نفس النوع طيب هنا مستوى الموتوك أقل من مستوى الميسم ساعتها يحصل تلقيح خلطي طيب هنا كده أنا اللي قدامي ده كده مبيض بس يعني ظهرة وحيدة الجنس وحيدة الجنس يعني كده مذكرة فقط هنا بقى الشكل الدم دي كان مؤنسة فقط هي ظهرة مؤنسة طيب ده ينفع يحصل لها تلقيح خلطي لا يحصل لها تلقيح ينفع صلات تلقيح ذاتي لا يحصل لها تلقيح خلطي طيب بعد كده التلقيح ده برضو كمان صورة هي بتضحلنا التلقيح الذاتي والتلقيح الخلطي بأنواعه بمعنى بص بقى هنا لو الزهرة لكحت نفسها يبقى تلقيح ذاتي للزهرة وذاتي للنبات ماشي طيب هنا لو الزهرة بتلقح ظهرة تانية بس على نفس النبات فهيكون ذاتي للنبات بس خلطي للزهرة ماشي طيب هنا لو ظهرة بتلقح ظهرة تانية اللي اتنين على النباتين مختلفين بس نفس نوع النبات بس ده نبات واحد وده نبات اتنين فقول عليه خلطي للزهرة وده خلطي للنبات يبدو صورة كمان برضو بتفاهمنا اكتر طيب التلقيح الخلطي بواسطة الحشرات التلقيح الخلطي اللي بيحصل نباتات المائية طيب تاني وسيلة ممكن مثلا الحشرات طيب تالت وسيلة الرياح وطبعا الحشرات بكلها شروط والرياح بردو بكلها شروط طيب رابع وسيلة الانساء طيب الانسان زي مين زي عندي مثلا في النخل طيب تعاني شوف بقى الشروط الاساسية للتلقيح بوسطة الحشرات والشروط الاساسية للتلقيح بوسطة الرياح طيب هنا التلقيح الخلطي بوسطة الحشرات قاعد في حشرة زي مثلا النحل عيت بتاني لحبة اللقاح من نبات توديها النبات تاني فطبعا ده تلقيح خلطي طيب اول حاجة ان تكون البتلات ملها البتلات تكون كبيرة الحج وتكون كمان عندها الوان الالوان بتاعتها ملها زاهية وكمان بيكون في قاعدتها قاعدتها غدد الغدد دي بتفرز رحيق عشان قطر الاثار تروح لها عشان قطر الحشرات تروح لها تمامي يبني عندي عايز بتلات كبيرة في الحج لول انها تكون زاهية عشان تجذب الحشرات عشان كده التواجي بيكون ليه دور غير مباشر في التلقيح دور بشكل غير مباشر في التلقيح وكاعدتها بيكون فيها رحيق عشان غدد رحقية تفرز الرحيق عشان برضه تجذب الحشرات طيب بالنسبة الحبوب اللقاح اللي بتنتقل بواسطة الحشرات لازم يكون السطح بتاعها الملمس بتاعه يكون خشن يعني ما نفهاش تكون ملساء كده لأ عشان تقدر انها تمسك في رجل او في فم الحشرة و هي تنتقل لان اصلا يعني الحشرة مش وظيفتها الاساسية انها تنقل لحبط اللقاح. لأ دي حابط اللقاح بتنتقل بالصدفة معاها كده بالصدفة بتروح معاها كده صدفة تمام فلازم تكون حبط اللقاح حاجة كده السطح بتاعها خشن عشان خاطر تقدر انها تمسك في رجل الحشرة تمامي بالملمس بتاعها يكون خشن طيب دي كده طبعا هو شكل شكل الازهار اللي بيتم تلقاحها بوسطة الحشرات ايه بيكون عندها بتلات كبيرة هي الحجم وتكون زينة الاوياء الالوان ودي شكل حبة اللقاح بتكون الملمس بتاعها خشن طيب التلقاح الخلطي بوسطة الرياء يكون الموتوك بالنسبة للموتوك هيكون كبير الحجم ويكون متدلي يعني متدلي يعني يبدأ ان هو ينزل لتحت كده هوت متدلي ده كده مثلا الموتوك هوت متدلي ليه لان الهوا لما هيغبط فيها هيفجره هيخرج منه مين هيخرج حبوب اللقاح تمامي بكبير الحجم ويكون متدلي ده بالنسبة للموتوك طيب بالنسبة لحبوب اللقاح حبو اللقاح يكون عددها كبير عشان خاطر هي تقع في السكة طالما تنتقل بالرياح اكيد شات فيه منها شوية هيقع في السكة طيب كمان تكون خفيفة الوزن خفيفة الوزن عشان تقدر انها تنتقل بوسطة الرياح ماشي طب بالنسبة للميسم المياسم تكون كبيرة الحج كبيرة الحجم تعمل زي جهاز دي الموتوك دا يابعت بعمل زي جهاز إرسال والميسم بيعمل زي جهاز استقبال وحبيت اللقاح هي اللي بتنتقل من الموتوك للميسم تكون كبيرة الحجم وكمان ريشية الشكل ريشية الشكل يعني شكلها ريشي كده تحس إنها شبهة ريشة كده تمام عشان قطر تقدر تستقبل أكتر أكبر قدر ممكن من حبوب اللقاح تعرف تستقبل حبوب اللقاح بكبيرة الحجم ريشية الشكل وكمان يكون سطحها لزج سطحها لزج عشان قطر تلزق في حبيت اللقاح حبيت اللقاح طيب ده كان بالنسبة لشروط التلقيح الخلطي بوسطة الرياح طيب نيجي بعد كده للتلقيح احنا خلاص كونا حبة اللقاح وخلاص كونا الخليط البيضة ففاضل بقى التلقيح حصل التلقيح وبدأت حبات اللقاح وصلت لحد الميسم اول ما بتروح للميسم هتبدأ انها تشرب منه ميا تشرب منه ميا عشان يحصل لها انبات يبقى انبات حبة اللقاح يبقى اول حاجة هو انبات حبة اللقاح طب انبات حبة اللقاح لها شروط اه لها شروط ان تكون حبة اللقاح نفسها تركيز عالي لها تركيز عالي وفي ملحوظة برضو لازم ناخد بنا منها ان لو لاحظت في تركيب حبة اللقاح طبعا بيكون في نواتين بيكون في فتحات صغيرة يجي يسألك مثلا اقول لك ايه وظيفة الفتحات الصغيرة دي ان انا كون انبوبة اللقاح النواة الانبوبية تقدر ان اتكون انبوبة اللقاح لأن الجدار الساميك ده الاو انا جيت اقوم او اخترق شانا اكتو انواة انواة امبوبية مش هينفع.. او اكون انطبقة اللقاع مش هو انفع لا أنما انطبقة اللقاع بتكون من خلال الفتحات دي الفتحات الصغيرة دي طبعا انا بكون عند تناواة انواة انطبوبية ونواة مولدة النواة انطبوبية بتكون لي انطبقة اللقاع والنوة مولدة بتنقصم من يتوزي عشان تديني نوتين زيرية وهنشوف الموضوج ده بالترتيب واحدة واحدة بس الاول نعرف ايه هي شروط انبات حبة اللقاح ان تكون حبة اللقاح تركيزها يكون عالي تركيزها يكون عالي ليه تركيزها عالي عشان خاطر اول ما تقع الميسم يعني مثلا انتخيل معايا كده ان ده الميسم اود اود تبدأ انها تشرب منه مية فعشان تشرب منه مية لازم يكون التركيز بتاعها عالي وكمان تركيز الميسم يكون تركيز الميسم ايه تركيز الميسم ونخفض تركيز الميسم وليل ليه عشان خطر تقدر انها تشرب منه مية طيب لو كان الميسم تركيزه هو اللي عالي يقولك ماذا يحدث مثلا لو كان تركيز الميسم هو اللي عالي ساعتها حبط اللقاح مش هتقدر انها تشرب منه مية وبالتالي مش يحصل لها انبات يبقى اول شرط معي التركيز بتاع حبط اللقاح يكون عالي وتركيز الميسم يكون وليل عشان خطر تقدر تشرب منه مية فيحصل لها انبات طرح ما يحصل لها انبات يبقى كده النواة الانبوبية هتبدأ انها تختارك الجزء الرقيق دا كده وتبدأ انها تكون لي انبوبة اللقاح ماشي بتبدأ انها تكون انبوبة اللقاح لحد ما تفضل انبوبة اللقاح تمشي 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 لحد ما توصل لفتحة النقير طيب اي رأيك نجي نرسمها الاول بعد كده بنشوف البيانات تعالي نرسمها الاول الراسمة اللي قدامي دي كده بتوضح لي ده كده الميسم قوت واده القلم واده كله هيكون المبيض تمام والمبيض بيكون جواه البويضة دي كده شكل البويضة والبويضة بيكون عندها اغلفة البويضة اللي هم غلفين هم وبيكون في عنق اللي بيوصلها بقدار المبيض دي كده همت غلفين والفتحة دي اسمها فتحة النقير تمام وبيكون جواها كم نواها بيكون جواها تمن انوية هم ست خلايا على كده نرسمهم دي كده الكيس الجنيني ممكن نرسمه احسن من كده الكيس الجنيني خلاص كبر وبيكون معايا دي كده خلية دي خلية مساعدة ودي خلية مساعدة ودي خلية سمتية اثنين تلاتة تلات خلية سمتية ماشي ودي كده هيبقى دي خلية دي خلية البيضة ماشي بيكون في عندي نواة 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 الكيس الجنيني او النواة المركزيتين ماشي وده كده الميسم الميسم بتقع عليها حبة اللقاء تمام دي كده حبة اللقاء حبة اللقاء بيكون فيها نواة او النواة بنقول عليها نواة انبوبية او نواة عن نواة دي اسمها نواة مولدة نواة مولدة اي حاجة منهم تمام ودي كده هتبقى نواة انبوبية نواة انبوبية تمام بعد ما يحصل انبات بتبدأ النواة الانبوبية تكون لي قناة القناة دي اسمها انبوبة اللقاء اه دي كده انبوبة اللقاء بتبدأ تماشي انبوبة اللقاء لحد ما تبدأ انها توصلها لحد 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 فتحة النقير دي كده فتحة النقير طبعا وهي ماشية النواء الانبوبية مثلا ونفترض ان هنا كده يكون عندي نواء انبوبية وهي ماشية بتنقسم النواء المولدة ميتوزيا فتديني نواتين زكريتين يبقى هنقول ان دي كده نواء انبوبية بعد كده بيحصل انقصام ميتوزي للنواء هنا انقول كده انقصام ميتوزي نووي علشان اقدر اكون علشان اقدر اكون نواتين زكريتين يبقى يتكون معي هنا نواتين زكريتين النواء ودي التانية فقول عليهم نواتين زكريتين فيه سؤال كويس اوي اللي بيقول لك بقى ان اثناء الاخصاب اثناء الاخصاب انا في الاول خالص كان معي بيبقى نواتين مثلا ادي الرسمة هيت وده واحد اثنين تلاتة دي عدد الانوية انا في الاول خالص كان معي نواتين اهمت وبعد كده النواتين هيبقوا تلاتة انوية اهمت هما في الاول اهمت كان معي نواتين ادي واحدة ودي التانية ماشي وبعد كده النواء المبوبية دا هيت هتتلاشها هيبدأ انها تتلاشي يبقى نمسحها اهي هنشلها خالص ايه يبقى رسمناها وانشلها يبقى حصل لها تلاشي تلاشي ابقى رجعوا معي نواتين كمان لانه كان فيه سؤال كان جيب لك كذا دي رسمة والمفروض ان انت بتختار رسمة صحية فهادي كانت الراسمة الصحية اللي فيه لان انا كان معايا في الاول نواتين بعد كده حصل انقصام ميتوذه للنواتين المولدة فدتني نواتين زكريتين فبقى معايا ثلاث انوية بعد كحصل تلاشي للنواتين rough and backward من النواتين في الفضلين النواتين الزكريتين فهيجوا النواتين الزكريتين يبدوا انهم يدخلوا هنا بيجوا باية تقدموا المنطقة دي كده ففي واحدة منهم من النواتين الزكريتين بتبدأ انها تعمل اخصاب لخلية البيضة او واحدة تعمل اخصاب لخلية البيضة تمام فتعمل اخصاب لخلية البيضة والتانية هتبدأ انها تعمل اخصاب لمن؟ للنواتين للنواتين الكيس الجنينة او النواتين القطبيتين او النواتين المركزيتي تمام فاصبح دلوقتي عندي عمليتي اول عملية بقولها على اسم اخصاب البيضة اخصاب البيضة بتحصل ازاي بتحصل عن طريق اندماج احدى النواتين الزكريتين يبقى اندماج احدى النواتين الزكريتين مع مين؟ مع خلية البيضة مع خلية البيضة لتكوين مين؟ لتكوين اللاقحة اللي هي ازاي جد فاللاقحة بعد كده هتديني مين؟ هتديني الجنين طيب ماشي انما الموضوع بها الحيطة دي اسمها اخصاب البيضة طيب النوات التانية هتبدأ انها تندمج مع نواتين الكيس الجنين فهتعمل حاجة اسمها اندماج ثلاثي ليه لان معي تلات انوية دي نواة وده التانية وده التالتة يبقى نون زائد نون زائد نون انا عندي هنا الجنين ده كان اتنين نون ليه لانه جاي من نواتين نواة زكريا ونواة البيضة دي نون وده نون لكن انا عندي دلوقتي في الاندماج السلاسي لا ده تلات انوية فالعمالية دي هنقول عليها اسم اندماج ثلاثي الاندماج السلاسي ده هيديني مين بقى هديني نواة اسمها نواة الاندو سبيرن نواة الاندو سبيرن نواة الاندو سبيرن بتكون كم نون بتكون تلاتة نون هتديني تلاتة نون طيب سواء كان اخصاب البيضة او الاندماج السلاسي الاتنين مع بعض كده بقول عليهم اسم الاخصاب المزدوج الاخصاب المزدوج يبقى نعمل الاخصاب اخصاب البيضة والاندماج السلاسي الاتنين مع بعض بقول عليهم عملية الاخصاب المزدوج ليه اخصاب مزدوج لان حصل اخصاب لنواة زكريتين مع واحدة منهم مع خليطة البيضة واحدة والتانية مع النواتين الكيس الجنيني فبقول عليهم اخصاب مزدواج طب انا عايز كم نواية علشان قطر تحصل عملية الاخصاب هما خمس انوية يبقى كم عدد الانوية اللازمة لاخصاب خمس انوية طيب هو ايه الاندوس بيرم ده هينقسم بعد كده ما يتوزي عشان يديني نسيج الاندوس بيرم وكده يبقى حصل عملية الاخصاب طيب تعالنا انا بقى الراجع على الصورة اللي كانت فوق معنا يشوف كده مراحل التلقيح بقى ده كده الميسم اول ما تحصل مثلا انبات لحبة اللقاح كده مثلا حبة اللقاح بيكون فيها النواتين نواة انبوبية ونواة مولدة هيحصل ايه بيحصل تلقيح طيب التلقيح ده بيديني التلقيح يؤدي الى تكوين صمرة تكوين صمرة يبقى انا عندي اخوتها خطوة خطوة كده حصل في الاول تلقيح ماشي التلقيح ده داني صمرة يعني الصمرة دي نتيجة ايه نتيجة حدوث التلقيح طيب هو ممكن يحصل تلقيح بدون اخصاب او ممكن يحصل تلقيح بدون اخصاب لو حصل تلقيح بدون اخصاب يديني صمرة بدون بزرة ليه إخصاب يساوي صمرة بدون بزرع طيب هو ينفع يكون فيه إخصاب من غير تلكيح؟ لا ما ينفعش يحصل إخصاب من غير تلكيح إنما ينفع يحصل تلكيح من غير إخصاب؟ اه أو مجرد وصول حبة اللقاح وإنباتها كده حصل تلكيح ممكن بقى أنه هو الأنبوبية أو أنبوبة اللقاح أصلا ما تتكونش ممكن يكون النقير ده أصلا مش موجود يعني السوق بالنقير ده مش موجود بس حصل تلكيح ليه؟ لأن التلقيح أو مع وصول حبة اللقاح بتبدأ أنها تنبه من تنبه المبيض ده كده المبيض هم بتنبهها على إفراز أكسينات الأكسينات بتعمل عليه؟ بتعمل على إنتاج أو يخلي المبيض أنه يتشحن بالغذاء يبدأ أنه يعبي غذاء يعبي غذاء يعبي غذاء يعبي غذاء فهيديني الصمرة ده سبب تكوين الصمرة طب حصل إخصاب مش شرط ممكن يحصل هيديني بزرة ما حصلش مش هيديني بزرة طيب الكلام ده بيحصل فين؟ بيحصل مثلا زي في الموز وزي الألناس وبنقول عليه اسمار هنجيله يعني نشرحه إن شاء الله طيب تعالي نشوف كده الخطوات الخطوات واحدة واحدة المرحلة ألف وصل كده قد الميسم وصل لحبيات اللقاح تمام فكده بقى فيه النوال الأنبوبية كونية لأنبوبة اللقاح هيت وتبدأ إنها تختارك من النوال الأنبوبية بتكون لأنبوبة اللقاح اللي بتختارك الميسم وبتختارك القلم وكمان هتبدأ إنها تختارك المبيض فهي اختارك تهية الميسم واختارك المبيض وبدأت إنها تعدي عند سجب النقير بعد كده طبعا فيه موجود النوال الأنبوبية بعد كده يحصل تلاشي للنوال الأنبوبية وتبدأ النوال مولدة تنقسم انكسام ميتوزي فهنا دي نواة أمبوبية تدخل إلي البويضة من خلال النقير ماشي في المرحلة جيه بعد كده بقول لك تخص بإحدى الخليتين الزكريتين اللي هم النواتين الزكريتين يعني النواتين الزكريتين واحدة منهم بتخص بالبويضة تكونني على مرحلة اسمها اخصاب البويضة والثانية بتروح للنواتين القطبيتين علشان تكونلي نواته الاندوسبرم نواته الاندوسبرم بتكون تلاتة نون طيب بعد كده بيكون عندي نواته الاندوسبرم اللي بتنقسم من قصام ميتوزي فتدينا نسيج الاندوسبرم اللي بيكون نسيج غزائي و شىكه بيتكون الحيش فالماوضوع ده كله على بعض اسمه الاخصاب المزدوج سواء كان الاندимся cursed او اخصاب البيضة ماشي ده كان هنا سرعة بتوريين برضو ان البوايضة وده كده انبوبة اللقاح وده كده المقير وده كده الميسم انبوبة اللقاح بتختارك الميسم وتختارك القلم وبتختارك البوايضة طيب فاصبح دلوقتي ان انا عندي عندي البوايضة المخصبة او بيضة مخصبة بيضة مخصبة وكمان عندي بوايضة وكمان عندي مبيض تمام البوايضة المخصبة هتديني هتديني الجنين ماشي بقى تنقسم هتوز عشان تديني الجنين طيب البوايضة البوايضة دي هتديني البزرة يبقى البزرة بزرة جواها الجنين الجنين دي كانت البيضة المخصبة ماشي والبيضة هتديني البزرة طيب والمي بيض المي بيض هيكبر والديني الصمرة ماشي بقى اصبح دلوقتي معي تلت حاجة طب فاضل حاجة كمان اوه نواة الاندو سبير نواة الاندو سبير مدي بتنقسم انقصام طبعا بتكون تلاتة نون بتنقسم انقصام ميت وزي وبتديني نسيج اسمه نسيج الاندو سبير نسيج الاندو سبير الاندو سبير اللي بيكون برضو تلاتة نون فطبعا هو ده بيكون غزاء الجنين غزاء الجنين اثناء تكوينه طيب الصمرة ممكن تتكون الصمرة هنا ممكن تتكون نتيجة تشحم المبيض بالغزاء فهروع عليها صمرة حقيقية لابن عندي مصطلحين في صمرة حقيقية وصمرة كاذبة ايه هو الصمرة الحقيقية؟ صمرة حقيقية هي الصمرة اللي بيتشحم فيها المبيض بالغزاء طالما المبيض تشحم بالغذاء تشحم يعني اتملأ اتملأ بالغذاء فبقول عليها ايه بقول عليها صمرة حقيقية طيب في عندي بقى صمرة غير حقيقية بقول عليها صمرة كاذبة الصمرة الكاذبة هو اللي بيتشحم اي حاجة تانية غير المبيض زي مين زي مثلا تشحم التخت تشحم التخت تشحم التخت بالغذاء طيب بيحصل فين مشهور جدا عندي في التفاح يعني الجزء اللي انا باكله ده مش المبيض الصمرة دي مش التفاح ده مش الصمرة بتاعته هي المبيض لا ده بيكون تاخد زي التفاح وكبان زي الكومترة الكومترة دي بيروا على صمرة كاذبة طيب هنا بيوضح لوت ان البيضة هتديني مين هتديني البزرة وان انا عندي الجنينة هتديني يعني كيس الجنين ده هتديني الجنين اللي جوه الحتة النبتة اللي بتبدأ انها تطلع كده والمبيض بيدينا هو ده جدار الصمرة ده هتديني الصمرة ماشي طيب لو ما كانش هو اللي تشحم هتديني صمرة كاذبة زي مين زي مثلا تشحم التاخد في حالة التفاح والكومترة وبالتالي كده الظهرة بتاعت التفاح نعرفين انها ظهرة خنسة بيكون فيها تاخد كبير والكومترة كذلك بتحتوي على تاخد كبير الحجم يبقى اهم ما يميز ظهرة التفاح طبعا انها ظهرة خنسة وكمان ظهرة تحتوي على تاخد كبير الحجم لان هو اللي بيهتشحم بعد كده بالغذاء وبيحيط بالمبيض طيب بما انك كملت معايا لحد النهاية كده فلازم طبعا اديلك او ميزك على الناس اللي مشت بدري بدري شوية معلومات مهمين جدا جدا اول معلومة معايا ان انت لازم تاخد بالك ان التلقيح ده بيحصل بواسطة خلايا حابة اللقاء يبقى عندي اول معلومة هقول لك ان التلقيح يحدث بواسطة خلايا بواسطة خلية خلية اللي عملت التلقيح لكن المعلومة التانية ان الاخصاب الاخصاب حصل بواسطة الاخصاب حصل بواسطة بواسطة انوية الانوية الزاكري يبن عندي تلقيه حصل بوسطة خلايا والتلقيه عماته عرفنا خلاص ان هو بيديني صامرة انما الاخصاب يحصل بوسطة انوية وعرفنا ان هو بيديني بزرة طيب المعلومة الثالثة عدد الانوية التي تشارك في الاخصاب المزدوج الانوية اللي بتشارك في الاخصاب المزدوج عددهاabe Аم عند الله ليه لان معي نواتين زكريتين ونوات الخلية البيضة يعني والنواتين الكيس الجنيني يبا كده كم يبا كده خمس أنوية طيب المعلومة رقم أربعة أو التركاية رقم أربعة يقول لك مثلا كم انكسام ميوزي يلزم لتكوين 200 جنين لنبات زهري يقول لك كم انكسام ميوزي وميتوزي لتكوين 200 خليها 100 100 جنين سؤال جميل جدا جدا وفي شوية أفكار حلوة أنا بيحصل كم انكسام ميوزي علشان أكون حبة اللقاح ترى نشوف كده الميوزي لتكوين حبة اللقاح وكمان هنشوف الميوزي لتكوين البيضة بص بق الميوزي علشان أكون 100 حبة اللقاح يبا أنا هقسم الميوزي علشان الميوزي الواحد بيديني أربعة يبا هقسم المية على الأربعة يبا ساعتقد عشان أكون 100 حبة اللقاح هعمل انكسام ميوزي يقديه هعمل انكسام 25 25 لأن كل واحد هديني أربعة فال25 انكسام ميوزي هديني 100 حبة اللقاح طيب خليط البيضة علشان أجيب 100 خليط بيضة يبا كده هيحصل 100 انكسام ميوزي يبا 100 انكسام ميوزي طيب بالنسبة للانكسام بق الميتوزي الميتوزي لو أنا مثلا معي 100 حبة اللقاح بس اخلي بالك أنا عايز أكون جنين يعني كده يحصل إخصاب بساعتها بقى الحزب هتختلف ليه الحزب هتختلف لأننا هيحصل انكسام ميوزي لميت حبة اللقاح يعني 100 انكسام ميوزي تمام ميوزي نووي وكمان بعد كده النوال مولدة هتنقسم كمان انكسام ميوزي يعني هيحصل كده كمان زائد 100 يبا كمان زائد 100 انكسام ميوزي بأصبح دلوقتي معي 200 انكسام ميوزي علشان خطر بس ده فين ده في حبوب اللقاح طيب بالنسبة للبيضاء عشان اكون 100 بيضاء او 100 خليط بيضاء الوحدة بيحصل لك كمان انكسام ميوزي ثلاثة يبا هضرب المية في كم المية في ثلاثة يعني 300 يبا لما اجسألك سؤال بقى زي كده وقول لك انا عشان اكون 100 جنيه عيصر كمان انكسام ميوزي وكمان انكسام ميوزي فالميوزي هتجمعلي الميوزي اللي هو بتاع حبة اللقاح كانوا 25 ميوزي بس والبيضاء كانوا 100 يبا مية 25 مية 25 انكسام ميوزي طيب انكسام ميتوزي عشان اكون 100 جنيه انكسام ميتوزي حبة اللقاح انا بيكون معايا 100 حبة اللقاح هينقسموا 100 جرسين صغيرة فينقسموا انكسام ميتوزي كل واحدة بانكسام يعني 100 انكسام وبعد كده بيكون جواهم نواة اسمها نواة مولدة نواة مولدة تنقسم انكسام ميتوزي كمان طيب بمية حبة اللقاح يعني 100 انكسام يبا موتين ماشي والخريط البيضاء الواحدة عشان تتكون بتنقسم ترى انكسامات ميتوزية يبا 200 و 300 هي سوي 500 يبا 500 انكسام ميتوزي تبا دي برضو فكرة كويسة نخلي بنا منها